بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء العملي من مقرر مقاومة المواد واختباراتها معكم الدكتور أمير بن محمد القسنطيني نشرح في هذا الفيديو المسألة الأولى من المحور الخامس الذي بعنوان Thin Wallet Pressure Vessels المعطيات بالنسبة لهذه المسألة هي كالآتي A cylindrical pipe of a diameter equal to 1.5 meter and the thickness of 1.5 centimeter is subjected to an internal fluid pressure of 1.2 megapascal or newton per millimeter square The question is to calculate the actual stress and the hoop stress in this pipe First of all we have to check the condition of if we have thin cylinder or not لا بد في البداية نتأكد من هل السيلندر اللي معنا أو البايب اللي معنا عندها يعني هل هي thin wallet أو إلا لا هل الجدار هو رقيق أو لا فنقوم بالقسمة T تقسيم D حسب المعطيات تساوي 1 over 100 which is less than 1 over 20 and the condition is satisfied لحساب الأكشل استرس معروف أنه sigma 2 equal PR على 2T لكن يفضل استخدام المعطيات مدام في المعطيات عندنا D فالقانون يكون طبعا P D تقسيم الأربعة T لأنه R equal D تقسيم الدو الدو على 2 D على 2 equal to 1.5 megapascal multiply 1.5 meter divided by 4 into 1.5 centimeter طبعا هنا لابد من تحويل الوحدات الميجا باسكال اللي هي نيوتن على مليمتر تربيع فلابد من تحويل المتر هنا إلى مليمتر والسنتيمتر هنا إلى مليمتر أيضا حتى نتحصل في النهاية على 30 نيوتن على مليمتر تربيع اللي هو الميجا باسكال فالأكشل استرس هنا يساوي 30 ميجا باسكال أما بالنسبة للهوب استرس أو السيركمفرينشل استرس سيجما 1 تساوي P D على 2 T نفس الفكرة هنا استخدمنا المعطيات اللي هو ال D لكن معروف عندنا أنه سيجما 1 تساوي P R على T إما حسابها مباشرة يعني من 1.2 ميجا باسكال طبعا و 1.5 القطر هنا متر وأيضا هنا سنتيمتر 1.5 لابد هنا من تحويل الوحدات أو أنه من المعلوم عندنا أنه سيجما 1 تساوي 2 ضرب سيجما 2 فمباشرة نتحصل على 60 ميجا باسكال أخبار نتحصل على 50 ميجا باسكال طبعا